تفاجأ الطلب الموهبون بالقرار الصادر من وزارة التربية الذي يحرم الطلب من الامتيازات التي كانت متاحة لهم وانشد ذو الطلب بضرورة عادة النظر بالقرار كونه سيحرم الطلب الموهبين من حقوقهم وصفين القرارات التي تصدر من وزارة التربية بأنها غير مدروسة نحن أولياء أمور طلبة مدارس الموهبين تعرضنا بظلم كبير تفاجأنا أنه في أربعة واحد بقرار وزارة التربية بالاتفاق مع وزارة التعليم العالي أنه يحرم أولادنا من امتيازهم الوحيد اللي هو أنه يختار الطالب اللي بقانون الموهبين والماشين عليها صار 25 سنة أنه يقبل الطالب في الكلية اللي يريدها قراراتها تسلي صدرت بحقه بأنه القرار اللي هو معدل 80 والابتعاث اللغة من عنده والطالب إذا صار عنده تلكه راح يخرج المدرسة عادية ما يروح المدرسة المتمعيزين مدرسة الموهبين يعني هي هسا هنا ببغداد المدرسة الوحيدة اللي موجودة هنا ببغداد وهي مدرسة مختلطة مختار الطلبة وفق اختبارات ووفق لجنة موجودة من عدة اختبارات يتخلي لها الطالب وينجح بهذا الاختبار وينقبل على أساس مدرسة الموهبين تعبنا وسهرنا على أولادنا ودخلناهم هالمدرسة الموهبين باعتبار اللي هم امتيازات خاصة اللي هم قناة خاصة بالتقديم وصالنا تقريبا ست سنوات احنا واكفينوا ياهم يعني حتى طفولتهم انحرموا منها زين تجي بالأخير تنطيهم امتيازات وتشيل من عندهم هالامتيازات وتساويهم حالهم حال بقية المدارس هذا الشي ما يصير المدارس الموهوبين هي قانونها قديم من الاثمانينات وإلهم من البداية من هذا القانون وحنا كلنا ندري القانون ما يتغير إلا بموافقة مجلس النواب هذا القانون ماكو طالب موهوب يروح أي كلية بمعدل لا بدون معدل اللي صار حاليا أنا أريد أطالب يعني رحب دي بالمطالبات أطالب لوجان تجي من وزارة التعليم تقيم المنهاج الغير موحد سبع مدارس ما موحد المنهاج أريد لوجان تجي تقيم المدرسين أنا أم أحد طلاب مدارس الموهوبين وتدريسية في كلية الطب ونستلم مخرجات مدارس الموهوبين وأكد وأشهد أنهم من أكثر الناس اللي تستحق هذه الامتيازات لأنه كطلاب في كلية الطب من أفضل الطلاب خلقاً وعلماً وهم ثروة لهذا البلد اشتركوا في القناة